أيضا من ضمن وصايا لأبنائه وتلامزته وهذا القول يبين منهجه في التعليم المنهج في التعليم يقول ماذا؟ ما حدست أحدا بشيء من العلم لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه ده قول رائع جدا ما حدست يقول لتلامزته يعني ما حدستم أو لأولاده أحدا بشيء من العلم لا تبلغه عقولهم إلا كان ضلالة عليه والقول ده قول رائع جدا وينم عن مدى الحرافية في التعليم فمسألة التعليم كيف تكون معلما ناجحا إنك توصل المعلومة بأيسر الطرق نخطئ نخطئ كثيرا حينما نتغافل عن تفاوت فهم واستيعاب المستمعين إليه البعض يحدث الناس على قدر عقله وهذا قطأ الصواب أن نحدث الناس على قدر عقولهم حدث الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله ده قول إنك ما حدست قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة القولان الأخيران لسيدنا عبد الله بن سعود وسيدنا علي بن أبي طالب ولذلك الإمام البخاري بيشير في تفسير قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين أي حكماء عقلاء وبعدين نقل الحافظ ابن حجر أيضا وهو يفسر ويشرح قول الإمام البخاري إن الإمام البخاري علق على تفسير الآية وأن يبدأ المعلم بصغار العلم قبل كباره يا سلام بصغار العلم قبل كباره حافظ ابن حجر ماذا قال يعني أفسر معنى قول الإمام البخاري أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره العلم ليس فيه صغير وليس فيه كبير بل كل العلم كبير كل العلم كبير سأل رجل الإمام مالك عن مسألة فقال يا مالك جئت لأسألك عن مسألة يسيرة فقال له الإمام مالك وهل في العلم يسير والله تعالى قال يعني إنا سنلقي عليك قولا سقيلة وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة فليس في العلم يسير بل العلم سقيل وعظيم ممكن حد يقول لك يعني عندي بس مسألة بسيطة تقول له طب معلش يعني أنا مشغول الآن يقول لك ده مش عايزة كلمتين ده مسألة بسيطة خالص فتقول له طب هي أيه المسألة يقول لك أبدا والله ده أنا طلقت البعيد طلق زودته ثلاث مرات وهو مسألة بسيطة خالص ليس فيها شيء أطلق سلاس طلقات على البيت فدمره على شمل الأسرة فبدده مسألة يسيرة فالحافظ بن حجر قال أن يبدأ بالصغار في تفسير قول الإمام البخاري وشرحه أن يبدأ بالصغار العلم قبل كباره قال صغار العلم أي المسائل الواضحة الظاهرة التي لا تحتاج إلى يعني طويل شرح ولا تفصيل ده معنى صغار العلم طيب كبار العلم قال ما دق من المسائل المسائل الدقيقة ما دق من المسائل فده قول رائع جدا للإمام عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أرضاه في نفس الوقت حينما ننزل إلى مستوى الناس لا يعني ذلك أن نستخدم اللغة السوقية أو العامية المغلة في العامية إنما بإمكاني أن أتكلم بلغة فصيحة سليمة دون أن أستخدم الألفاز الصعبة الفهم على الناس وفي نفس الوقت لا أن حدر تماما لأستخدم لغة رجل الشارع ما احترامي للجميع لن لابد أن أتميز بأسلوبي بطريقة كلامي وفي نفس الوقت أستخدم الأسلوب السهل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني في القرن الثاني من الهجرة بيكتب كلام في غاية السلاسة والوضوح الإمام عروة وسأورد لكم بعض كلامه في السير والمغازي كان بيكتب أسلوب راضح جدا ولغة رشيقة رائعة جدا شيقة مفهومة واضحة فليس شرطا أن تلزم الناس بعقلك أنت بفهمك أنت بل الأمر أن تنزل إلى عقول الناس وأن تبين للناس وأن توضح للناس ولذلك من الفهم والوعي كلما مر المعلم المدرس الواعظ المربي الداعية بكلمة يعني ليست دارجة على الأفهام أو يمكن للمستمعين إليه ألا يستوعب معناها فعليه أن يوضح وأن يفسر أن يتوقف أمام ذلك القول فيعني ما حدست أحدا بشيء من العلم لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه